في البداية القضية انا كنت عايزة كلب عشان انا بحب الكلاب قوي فانا قلت لاخواتي عشان اخواتي عندهم سحابهم بيتجروا في الكلاب وكده فكان الله يرحمه احمد منتصر هو عندهم مزرعة كلاب فهو يعني سحابهم وكده بيتصلوا ببعض على طول وكده فاتصلوا بيه علشان يجيب من عندهم كلب بس هو ده الموضوع يعني ده الموضوع طب هنا راحوا بالفعل اشتروا الكلب لا لا هم مقبلوهوش لا يعني هم عملوا اتصالاتهم وكده ان احنا عايزين كلب وكده لكن بعد الاتصالات دي ما قبلناهوش هم مقبلوهوش اه يعني اتصالات تليفونية بس اتصالات تليفونية بس اه طب يبقى هنا المباحث وجدت زي ما سمعنا في التأغير ارقام شقيقيقي على تليفون القتيل هم بيتصلوا ببعض اه بيتصلوا ببعض عايزة يعني يسحاب وكده ولما جي انا عايزة كلب عارفين ان هم عندهم مزرعة كلاب فاتصلوا بي عايزة يعني طيب منا لما القضية بتاخد هي العنوان فيها من عارفين ده بيعني فيه في نهاية اتهم بالقتل يعني وتم استدعاء شقيقيقي وتم اخلاء سبيلهما لكن هم تحت دائرة الاشتباه ايه طبعا هو الشرطة بتشوف شغلها بس هو الموضوع كله احنا ملناش فيه يعني انا مليش فيه ولا موضوع اصلا ملناش فيه ولا لي علاقة بينا ولا موسيقى